موسيقى السلام عليكم حب الرشاد من الحبوب الغنية بقيمتها الغذائية والطبية العظيمة أما العسل فيحتوي على مطاطات أكسذا مثل المواد الكيميائية النباتية والفلافونويد وغيرها فما هي فوائد تناول ملعقة من خليط حب الرشاد بالعسل؟ من فوائد حب الرشاد بالعسل أنه يعمل كملين طبيعي وذلك لأنه يساهم في تسهيل حركة الأمعاء مما يؤدي إلى التخلص من تقلصات الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض الإمساك فضلا عن التغلب عن مشاكل عسر الهضم يعد حب الرشاد من النباتات الغنية بفيتامين سي وهو أحد مضادات الأكسذا الذي يقاوم الجراتيم والميكروبات التي تدخل إلى الحلقة وتتسبب في زيادة فرص الإصالة بالتهاب الحلق والسعالة وخلط حب الرشاد مع العسل له فائدة قوية في تخفيف أعراض التهاب الحلقة يحتوي خليط حب الرشاد بالعسل على مواد مضادة للأكسذا أبرزها فيتامين سي وهو أحد أفضل فيتامينات الهامة التي تساهم في تقوية جهاز المنع ومكافحة الأمراض المختلفة يساهم حب الرشاد مع العسل في المحافظة على صحة الكبد وأيضا حماية الكبد من السموم ضرها وتفادي تلف الكبد يحتوي حب الرشاد على كمية مرتفعة من الكالسيوم لذلك فإن تنوم لحب الرشاد يساعد للتخلص من الروماتيزم ويقوم فاصيل والعظام ويزيد في كتفتها ويمنع شاشتها خاصة لكبار السن المعرضين للكسور تحتوي بودور الرشاد على مواد كميائية مشابهة للإستروجين الذي يساعد لتنظيم الطور الشهرية الغير المنتظمة لذا يوصى بتناول بودور الرشاد مع العسل للنساء اللواتي وعنين من مشاكل في الطور الشهرية يحتوي كل من حب الرشاد والعسل على عناصر مغذية للشهر تساهم في تقوية بصيلة الشعر ومنع تساقطها وذلك بفضل احتواء حب الرشاد والعسل على البروتين وكذلك الحديد والمغنيسيوم هذه العنصر الغذائية هامة لتنشط الطور الدموية ووصولها إلى بصيلة الشعر لتعمل تقويته وزيادة لمعانيه خلط حب الرشاد مع العسل يقدم العديد من الفوائد للبشرة والتي من بينها تخفيف التهابات الجلدية وحرق الشمس وذلك بسبب أن العسل مادة مرطبة ومضادة للأكساذ في نفس الوقت ووضع الاثنين معنى عمل تكتيف فوائده في تسكين ألام الجلد الملتهبة والمساهمة في الشفاء يتعرض الكثيرون للإصابة بتشقق الشفاء للعديد من الأسباب من بينها عدم شرب المياه بكترة الذي يؤدي إلى الجفاف إلا أن خليط العسل وحب الرشاد يساهم في ترطيب الشفاء بنسبة كبيرة وعودتها إلى مظهرها الطبيعي اشتركوا في القناة